هذا الموضوع الموضوع بحذاته نحن لا ننفي أنه هو مقام بإنجازات لا عنده إنجازات موجودة على رغم أنه عدد كبير من الملفات الموجودة ضمن البرنامج الحكومي ما أنجزه والتي هي الملفات الاقتصادية منها موضعة الدولار منها السيطرة على الفساد وكانت تناكي بسبب الصدامات الموجودة داخل إطار التنسيقي جدا ضربات قوية جدا لحكومة السوداني وحاولوا بشدة السملة التغطية على هذا الموضوع واحد الموضوعات هو ملف التسريبات الصوتية والتسجيلات التي ملف التجسس في داخل مكتب رئيس الوزراء هذا بحذاته أحد الملفات القوية التي كانت تعتبر ضربة إلى السوداني وكذلك موضوعات رئيس حقيقة النزاهة والتسريبات الصوتية التي حصلت عليه باعتبار أنه هو الشخص الدعم الأول إليه والذي جلب لهذا المنصب ضيف عليها الضرائب أيضا قبل يومين كذلك نفس المشكلة وهناك بعض الملفات أيضا لا يوجد توجيه عليها إعلامي هذه البحث ذاتها ضربات متعددة من قبل إطار التنسيقي والخصومة الموجودين الإطار شعلي هو إطار التنسيقي هو عنده خصومة داخل إطار التنسيقي المشكلة منه حاليا الحاليا الحكومة بالكامل هي حكومة إطار التنسيقي نعم وسبعة الدكتور جعل قال قال إحنا نريد نعبر المرحلة بما أنه الوضع الإقليمي صعب لا هو الوضع الإقليمي صعب وهم من ناحية المواجهة الخارجية كلهم كتلة وحدة لكن بالداخل هناك انقسامات بدون انتخابات مبكرة بعد ما صرح السيد السوداني قال لا أريد نغير الكابينة توجه الموضع إلى مصادمات وقال نحتاج إلى التغيير وطلع عمر قناة الشرقية كان لقاء طويل إليه قال إحنا نريد نغير وإحنا نريد نسوي انتخابات مبكرة والانتخابات المبكرة أيضا وواجهة رفض من قبل الكتلة السنية الكتلة السنية تقول لي كان يريد دورة برلمانية كاملة أنا لا أريد انتخابات لأن الانتخابات ستنهي البرلمان ورح تلغي هذه الفترة وانا ما لإعلاقة باللي قال سيد السوداني من ضمن البرنامج الحكومي على الرغم من قبل التصويت على البرنامج الحكومي من قبل من؟ من قبل برلمانية